استكملت مدرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية خطة تحول المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم للعمل بالغاز الطبعي بدلاً من السلارة لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبعي كوقود نظيف في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر واتساقاً مع التزام مصر بالمبادرات الدولية للحفاظ على البيئة استكملت مدرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية خطة تحول المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السلار لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام السلار بالإضافة إلى تحسين جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين فتت معي كتير طبعاً كانت تجربة جميلة جداً بنشكر الدولة أن هي سعادتنا أن نوصل للغاز وكانت تجربة مفيدة يعني إحنا ما وفرت معنا طبعاً في المقدية ووفرت معنا في النظافة وسعادتنا كتير بصراحة وحتى كمان قدمنا الغاز ساعة ما دخلناه دخلناه نظام إصاط إصاط ميسرة وأتاحت وزارة التموين خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز بالتقسيط بفوائد بسيطة وذلك لتشجيع أصحاب المخابز على القيام بذلك وجاري توصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز وفقاً للبرنامج الزمني المحدد من وزارة التموين والتجارة الداخلية مما يسهم في المحافظة على جودة الخبز وسلامة البيئة نظراً لأن الغاز الطبيعي موفر للطاقة والتكلفة الاقتصادية فرق الجاز من الغاز ده شغل وده شغل لأن الجاز ليه عواطله وليه تأثيراته من نسبة للبيئة ومن نسبة للسوة بتاعه ومن نسبة للجودة بتاعت الرغيف غير أن الغاز ملهوش الريحة أو اللي هو ممكن يعمل ريحة توصل للغيف من الجاز لأن الجاز عواطله كتير وإنت شغال بيبقى ليه عواطر وإنت قبل ما تشتغل بيبقى ليه عواطر من الرواسب اللي بتبقى في الجاز فرق الغاز، الغاز بتاعه شغله نضيف شغل ما فيهش عواطر النار بتاعته بتبقى نظيفة شوية عن الجاز تخليها الجودة بتاعت الرغيف أحسن من الجاز وتتعدد المزايا التي تعود على أصحاب المخابز من التحول للعمل بالغاز الطبيعي وتتمثل في توفر الغاز بشكل مستمر دون توقف ومن ثم لا يحتاج إلى تخزين السولار بالإضافة إلى التكلفة المادية للغاز الطبيعي التي تعد أقل من السولار والله بالنسبة لمنظومة العيش ديها من الحاجات الجميلة جدا 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 والعيش في غاية الجمال والعيش حلو جدا مش هنا بس في كل المناطق يعني أنا مثلا من قرية اسمها قرية قفر الجزار عندنا العيش في غاية الجمالها قرية بس العيش في غاية الجمال عيش جميل جدا ومستوي وجميل ونشكر الدولة أنها بتوفر لنا عيش مدعم بهذا السعر الجميل البسيط ومتوفر لكل الناس كما أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يأتي ترشيدا للطاقة ومراعاة للبيئة وتحقيقا للاستفادة المثلى من تلك الثروة الطبيعية ويسهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل خطر الانبعاثات الضارة من الكربون ويتوافق مع معايير التنمية المستدامة والخطة الاستراتيجية التي بدأتها مصر 2030